ايه بعض متلسانه الفار في مصيادة الغرض وقع اقول النادي الاهلي كان اول اقيم الدليل النادي الاهلي كان اول من طالب بتقنية الفار ولو تفتكروا من 3 سنين خطاب النادي الاهلي او خطاب مجلس ادارة النادي الاهلي الاتحاد الكرة وقتها كان برئاسة المهندس هانيا بوريدة على ضرورة تطوير منظومة التحكيم والاخذ بالاساليب التكنولوجية الحديثة في الارتقاء بمستوى الحكام وتحدث الاهلي وقتها عن تقنية حكم الفيديو المساعد اللي معمول بيه في دول كتيرة وفضلنا نستنى لغاية لما جات اللجنة الخمسية اللي فاتت برئاسة الستاذ عمر الجنيني وبدأت التجربة وجات اللجنة السلسية الحالية برئاسة المهندس احمد مجاهد كملت على التجربة وانسجلت كتير من الملاحظات على الشركة المتعاقدة في الاساليب التقنية المعمول بيها في الامكانات المتوفرة المحدودة واسباب كتيرة جدا لكن الحياة بعد مباراة مباراة ناس كتيرة تساءلت هو الفارده لونه ايه لونه ايه بجد لانه تقريبا نادي الاهل الأكثر تعرضا لإهدار حقوقه من خلال تقنية الفارد أكثر نادي لا تحتسب له حقوق بالعكس تحتسب ضده أخطاء وفقا لحكم الفارد وما فيش أوضح من امباراة امباراة الأهل مع المقصة الأهل بيتلغيله هدفين في وجود حكم الفارد والغريب جدا أنه خبراء التحكيم لما يعملوا الخطوط يقيموا الدليل تبص تلاقيه هدف الأهل سليم طب البيه اللي جوه الفارد هو فيهم هدف سليم وهدف كان تسلل قبل ضربة الجزاء لا سيبك ما هو ضربة الجزاء دي حاجة تانية لكن أنا بكلمك على ما تم احتسابه من أخطاء يكفي أن أنا أقول لكم ببساطة جديدة جدا الأهل الفار حرموا السنادي من 9 نقاط بالورع والقلم في 9 نقط السنادي الأهل يحرم منهم بسبب تدخل الفار وفي المقابل الفار أهدى الزمالك 7 نقاط يعني في 16 نقطة مؤثرين في صراع المسابقة صراع الصدارة 9 ضد الآله و7 لصالح الزمالك لو الفار عادل إن شاء الله يدي الزمالك 20 بنت وإن شاء الله يحرم الأهل من 20 بنت بس يبال عادل لكن هدف يتلغي وألاقي خبراء التحكيم بنفس التقنية بيقيموا الدليل عليه لأ نشوفه هنشوف اللعبة بس هم أدي ده لحظة لعب الكرة ده لحظة لعب الكرة فين التسلل يعني أنا عايز أعرف الرجل مع الإيد هو ما رفعش المساعد ما رفعش المساعد فين التسلل والخط بعد كده احنا في الآخر يعني عاجب لكم الخط اللي هما عملوه أنا مش شايفي تسلل ده الخط بتاع حضرتك ده لحظة لعب الكرة نعم هي والتسلل يحتسب بلحظة لعب الكرة من زميله هنا التسلل مش موجود يعني أنا مش شايف يعني حتى الخط العمودي بس كتن برضو اسمحلي يعني موجود طرق مجدي وموجود عطف حسين ده خط الفار بص ده خط الفار ودي خط الفار قول لي فين التسلل يا كابتن قول لي فين التسلل فايم اللعبة دي محمود عشور قعد ثلاث دقايق حط تطيده على بقه بيتفاول بيتكلم معاه بيعمل للفراتين كده ومراحش ومراحش اعتقد منه كان زكاء منه حاب شايلها للفار طب شايلها لأنه اللاين من بتاعه ما رفعش ما رفعش هو احساسه انها جوه طب هو لو الفار استدعاه ورجع اكد هيبقى فيه دي بيت طب انت بتستدعيني ليه ياما حيجي يلغي وحيشايلها فمراحش وراح مشاور افصايد العكس صحيح بقه في اللي رفع وكانت برضو مش افصايد مراحش واحتسابها جوه فهو احساس محمود عشور ان الفار مبارح لا في حاجة في حاجة مش وبعدين لما تقعد ثلاث دقائق اصاز برايب هو ميه هو الفار الفار ده دوره ايه دوره انه زي ستوديو التحليم بيشوف على مهله احنا كنا دايما نقول ايه ما هو الحكم في الملعب قبل الفار يعني ما بيشوفش زينا كده اللي قعد مرة واثنين وثلاثة وعنده وقت يبحث فاذا اخطأ بنقول اخطاء اخطاء بشرية لكن في وجود الفار ما يصحش يتقالك الجملة دي لانك انت عندك الفرصة انك تراجع تشوفها مرة واثنين وثلاثة ودليل انك شفتها مرة ده انت شفتها عشرة ده تلت دقائق حضرتك تلت دقائق الراجل واقف لما زهقنا احنا انا ما شفتها في الاعادة ايه ده كل الوقت ده تلت دقائق بعدين تقول لقفصيد ايه ده وكل الناس تطلع تقول لك فين القفصيد كل الناس محدش اتفق معك ولا ستوديو تحليلي اتفق معك اتدت الحاجة تتقال ايه جون جميل بعمل تحرم الناس واللي بعملين يقول لك هو جون التالت تتحسب لشريف ليه طب وجون ده تلغى لشريف ليه شريف جاب 16 جون مش جاب 15 ايه هو لما يتقال كده من اللي بيحلله والله النتيجة انقذة التحكيم وانقذة الفار وساهلة المهمة عليهم لان النتيجة كبيرة ايه فما حدش هتوقف عند الاخطاء دي طب لو نتيجة واحد واحد ولا كان الوضع بقى ايه هو لاحظ ان اللي تلغت تلغت في اوقات حساسة بالضبط اه يعني كان اللي مغلوب ساعتها صحيح طيب ده رأي كابتن شناوي ليه انا بقول لكم ان الفار في مصيادة الغرض بجد لانه ما اللي شافه كابتن الشناوي واللي شافه كابتن ساميرو عثمان واللي شافته كل الناس هو اللي شافه الفار حاكم الفار شاف اكتر منه عنده زوايا وكاميرات اكتر وشاف اللعبة من اكتر من زاوية واقام عليها الدليل ومع هذا صمم على رأيه اللي كشفه الكابتن ساميرو عثمان اه احمد نوفل وقف اه احمد نوفل اه ما رفعش هنا سعد الاول حاكم الفار هنا اللي رفع زينا احنا شايفونه صابت البيرو المعمود ده مع اخر نقطة من المدافع اللبس اخضر تمام الادم شاف الادم دي اه عما نيجي نبص دي اخر نقطة يعني جسم النادي العيد بكعنا دي لانه وطلعنا تحط عموتي كده برضو هيبقى متأخر على المدافع مم وبالتالي لحظة لعب الكرة مم لا يوجد تسلل بعيد تاني لحظة لعب الكرة لا يوجد تسلل وبالتالي طبعا وبالتالي ده هدف فالين ومصالح المدين اهلي تم الغاؤهم بالخطأ انا علقت طبعا قبل ما ما شوف ال او ما نعرض الكلام ده علقت على رأي كابتن ساميرو عثمان وهم اكدوا برضو كابتن احمد الشناو بس بقى التمثل اعظار في ان هو ايه اللي بتعرض على الفار هده نقطة تانية هتعايش تفاهمني اللي بتعرض على الفار حاجة غير كده دي تبقى نصيبة لا بقى المصيبة في حكم الفار طارق مجدي هي دي المصيبة بجد لانه الراجل ده حاجة غريبة جدا زي ما يكون بييجي مخصوص علشان يعادت في غرفة الفار ضد الاهلي فكين طارق مجدي بطل مباراة الاهلي وبرامت هدف وضربة جزاء للاهلي قدام بيرامت طارق مجدي ده في هذه المباراة حرم الاهلي من ضربة جزاء وهدف قدام بيرامت في الدور الاول المباراة انتهت بالتعادل خطأ الحكم وقتها ما احتسبش ضربة جزاء لمحمد شريف واحتسب هدف للاهلي احرازه بوالية وبعد ما رجع للحكم للفار طارق مجدل اغالو يعني بشكل واضح زي ما حكاية محمد شريف مع المقصة محمد شريف في الدور الاولاني يسجل هدف في المقصة صحيح ويتلغي وكأنه فعلا الراجل ده مش محظوظ مع الفار والمقصة بزي ده شريف كان زماني 17 رو 18 جون دلوة نفكركم بفيديو مباراة الاهلي والمقصة في الدور الاول وحرمان شريف من هدف شوفوا بقى اللي انا هعمله الخط عشان الناس بتطلش الخط ده صناعتنا هشوفوا الخط لما يطلع التاني هنمشيه على خط المنتصف هنمشيه زي ما انتم شايفينه كده هو شارب معاه بالزبط اذا الخط ده لمعوج يمين ولا شمال يرجع تاني يعني رجعه تاني اهو مع اللعيب فين التقدم للاعب النادي الاهلي انا اعتقد ان هو اشار انه متقدم بكتفه بكتفه فين زي كان اللي هو مش محدد ده ايده لنزلة والقدر انا بقول له اهدراك انا اعتقد هو اللي عمله خط التسلل عمله بشكل خاطر هو ده السبب لكن التسلل مش موجود الهدف صحيح مئة في المئة يعني طيب نفس الحاكم بنفس الخطأ بنفس الاسلوب يكرره اه انت كده تبقى بتهجم البر بتهجم التحكيم ولا احنا بنصرد واقع اتقال في استوديات التحليل احنا خدنا الكلام اللي اتقال في استوديات التحليل والخطوط واستندنا اليه نحن نخاطب العقود وده اللي حصل من طارق مجدي في مباراة بيرامز طلع مع حرس مرمى نادي بيراميدز والكورة واعت وبعد كده طبعا جهاد شاف القرى بشكل ممتاز نزلت راح حسبها جول ايه رأيك مبدايا عشان عندي سؤالين اه ايه رأيك في الهدف ده سليم ولا لأ انا شايفه هدف سليم هدف سليم وانت شايفه معايا ايه لا انا شايفه هدف سليم اتفاق هدف سليم ملغي من نفس حكم البعر اه طيب هنقول ان غلت مرة طب التانية وثالتة وبنفس الاسلوب ومش خطأ بيبقى خطأ خطأين مركبين في مباراة يأثروا عن نتيجة المرات دي الخطأ ما أثرتش عن نتيجة لان اتعوضت بأهداف اخرى ما قدرش الغل وده لا يهد يعني ده مش مبارا النتيجة سهلت لهم ما انا بقول لك اه ليه مش ظهرة اه بشكل ان الناس كلها كبرتها النتيجة داريتها لكن احنا بنقول واخرتها ايه يعني هذا سؤال مش عايز اواجهه بقى للحاجة للراجل اللي بي ايه اللي اذا كان مفهوم ولل لدور الظر مختلف عن اي حد يعني يعني السؤال للكابتن واجهها لماذا الاسرار على الكابتن طاري مجدي في مباريات الاهلي في غرفة الفار وتتكرر منه نفس الاخطاء طيب واذا اخطاءك اتواضحة انتو بتعملوا معا ايه طيب ايه لما كل خبراء التحكيم مش رأينا كل خبراء التحكيم اقاموا الدليل بشكل واضح على خطأ الحكم اللاين ما نفسه مرفعش الحكم نفسه قاعد يتين تلاتة يتفاوت والراجل اللي جوه مصمم ليه ولما يكون دا تكرر منه ومن غيره ليه ولما يكون النادي الاهلي الاقل حصولا على الحقوق المشروعة وفقا لتقنية الفار ليه مسؤولية اللاجنة السلسية اذا كنا جديم فعلا في تطوير منظومة التحكيم عشان كده انا بقول عشان نخلص من عشان كده انا بقول طارق مجدي واشكاله برضو انتو اتعاملت معا زي لما اتضح لك ان الخطأ متكرر اه ومعنادي بعينه باجمع الخبراء باجمع الخبراء انت عملت معاه ايه عشان تصلحه يا سيدي عشان تصوبه عشان لو كان في دماغه حاجة يفكر مئة مرة اه انه هو عشان يكون له بدايل لانه تسمع كلام اصلاح نمضطرين طب وبعدين يا يكون له بدايل وده المفروض يا يحاسب وده مش المفروض ده ده الواجب اه ده الواجب انت هو انت هتعديها كلها حسن نية ماهلو كررت ما بيتش فيها حسن نية وبعدين كلها حاجة واضحة وضوح الشمس اه لا لبس فيها ولا ابهام يتطفق عليها جميع الخبراء في كل القنوات عايزين مننا اي تاني يا جماعة اشتركوا في القناة